السلام عليكم حيابكم معكم لالد اليوم إن شاء الله شدي لكم طريقة رائعة للبرياني وصفة في منتهى اللذاذة والطعامة تابعوا معايا خطوات للوصفة وإن شاء الله تنال إعجابكم واتطبقوها إذا عجبتكم قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه ومشاركة الفيديو أصدقائكم في البداية شاشرح لكم عن المكونات اللي حنحتاجها شاستخدم كيلو من الدجاج أو حبة دجاج كاملة ممكن تستخدموا اللحم وهذا يرجع لكم حسب رغبتكم وحنحتاج للبرياني كمية من البصلة المقلي وحنحتاج حبتين من الليمون واحدة حنستخدمها للرز وواحدة للتتبيله ونص كوب من الزبادي وكمشة كزبر مفرومة وكمشة من النعناع المفروم ولما نقول برياني يعني لازم يكون في مكوناته الزنجبيل والثوم شاستخدم جوزك كاملة من الثوم وقطعك كبيرة من الزنجبيل وبالنسبة للبهارات اللي حنستخدمها حنستخدم مجموعة من البهارات أول شي حتكون البهارات الخاصة بالبرياني إذا كانت مش متوفرة ممكن تستخدموا بهارات الماسلة اللي فيها النكهة الهندية وحنستخدم ملعقتين كبيرة من البهارات الخاصة بالبرياني والملح وملعقة كبيرة بابريكا وأوراق الكاري الطازجة وملعقة كبيرة كامون ونصف ملعقة صغيرة كركم وحبب من الخلنجان وإذا مش متوفر ممكن نستخدم الهيل الهندي أو الهيل الأخضر العادي وملعقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود وحنحتاج للرز ورق غار وحبوب الكمون ملعقة صغيرة وكمان الملح وبالنسبة للرز استخدمت الرز البسمتي كوبين ونص مغسل ومنقوعة وعندي رشة بسيطة من الزعفران وإذا مش متوفر ممكن نستغني عنه في البداية حننقع الزعفران بالماء الساخن ونتركها على جنب وهذا أول خطوة حنفعلها وبعدين نبدأ بتتبيلة الدجاج في مطحنة البهارات حنضيف الزنجبيل والثوم وقليل من الماء ونخلطهم خلط نعم أو طحن نعم عشان يكون معايا معجون ومزيج من الزنجبيل والثوم لما يكون بهذا الشكل حنضيف هذا الكمية كلها على الدجاج وحنضيف نص كوب من الزبادي والزبادي مهم جدا في البرياني بيطر يدجاج وكمان بيدي له قوام رائع للصوص وحنضيف عصير ليمونك كاملة ونضيف للتتبيلة كمشة من النعناع على المفروم وكمشة من الكزبر المفرومة ونضيف عليها جزء من البصل المقلي واخر شي حنضيف البهارات اللي ذكرتها لكم في البداية شنقل كل هذا المكونات إلى وعاء أوسع عشان أقدر أني أتبلها بكل سهولة نتبل الدجاج كويس ونحاول نوزعها في كل أجزاءها وممكن كمان نفتح بس سكين أجزاء الدجاج عشان يدخل التتبيلة إلى داخل الدجاج نخطيها ونتركها على الأقل ساعة إذا كنا مستعجلين وإذا كان عندكم الوقت متسع ممكن تتركها في التتبيلة ست ساعات أو ليلك كاملة حتتغلغل التتبيلة وكمان تدي طعم ونكهة أفضل وبعد ما تركتها ساعتين تقريبا شبدأ الآن بطبخها في قدرع نضيف الزيت وعلى طول حنضيف الدجاج المتبل ما شاء الله ريحة التتبيلة جدا مميزة وفي كمان سر للبرياني إذا كان متوفر معكم ممكن تضيفوه وهو الحمر إذا كان متوفر عندكم قطعة صغيرة من الحمر ممكن تضيفوها مع هذا التتبيلة بتدي مذاق رائع وحموضة لذيذة جدا في البرياني نقلب الدجاج مع الزيت ونحمصه شوية وبعدين هنغطي عليه ونتركه على نار هادئة ينزل منها السوائل وكمان ينضج ويستوي بدون إضافة أي ماء بس إذا لاحظتوا إنه ناشف ممكن تضيفوه قليل من الماء عشان يساعد على نضاج الدجاج وهذا شكل الدجاج بعد ما مر عليه عشرين دقيقة تقريبا ما شاء الله نضج بسرعة لأن الزبادي ساعد على نضاجه وضراوة الدجاج هنغطي عليه ونتركه كمان خمس دقائق عشان الدجاج ينضج معانا تماما وفي هذا الأثناء نبدأ نجهز الرز ضروري نجهز الرز بعد ما يستوي عندنا الدجاج عشان الرز يحافظ على حرارته ورطوبته نضيف على ماء الرز عصرة ليمونة وهذا الليمون حيساعد على الرز إنه يكون لونة أبيض فاتح وممكن تضيفو بدل الليمون ملعقة صغيرة من الخلة الأبيض وحنضيف لماء سلق الرز ورق الغار وحبوب الكمون والملح ونضيف قليل من الزيت أو السمن وأول ما يغلي الماء ننزل الرز نخلي الرز على نار عالية بدون ما نغطيه لما تبدأ حباته تفتح ويكون نضاجة تقريبا 70% لما تتفتح حباته بهذا الشكل حنصف فيه من الماء ونرجع للدجاج بعد ما نضج تماما ولو تلاحظوا الدجاج ناشف والصوص فيه قليل جدا وهذا هو المطلوب لأنه إذا كان البرياني فيه الصوص كثير حيتعجن علينا حنشيله على جنب ونبدأ الآن بتطبيق البرياني شاكسم الدجاج إلى جزئين الجزء الأول شاضيف لنص كمية الرز وعلى الطبقة الأولى من الرز عنضيف جزء من البصل المقلي ورش من النعناع ورش من الكزبرة وبعدين نضيف باقي كمية التجاج اللي قسمناها وآخر شي حيكون الطبقة الأخيرة باقي كمية الرز لو تلاحظوا عندي الرز ما زال محافظ على رطوبته وكمان فيه السوائل وهذا الرطوبة والسوائل اللي في الرز حتساعده إنه يكمل استوائه وآخر شي حنضيف باقي كمية البصل المقلي ورش من النعناع ورش من الكزبرة وحنضيف منقوع الزعفرة وكمان شاضيف رشة بسيطة من ملون الطعام الأحمر حيدي لنا لون جميل للبرياني وهكذا بنكون كملنا طبخة البرياني حنغطي عليه بورقة الألمنيوم ونتركها على النار عشرين دقيقة عشان يكمل استوائه وكمان النكهات تمتزج مع بعضها وبعد عشرين دقيقة نفتح على الرز شوفوا ما شاء الله كيف نضاج الرز مستوي تماما ولازم أقول لكم على المعلومة اللي دائما نكررها لكم في كل فيديوهاتي وطبخاتي للرز لازم نفتح على الرز ونتركه على الأقل خمس دقائق عشان يتخلص من الرطوبة الذي فيه وكمان حبات الرز تتماسك وهذا الحركة بتخلي الرز يكون معانا نثري وحباته متماسكة والآن عندي للتقديم ما شاء الله ريحة البرياني تفوز طعمه ونكهته مميز جدا نزينب الطريقة اللي أنتوا تحبوها ونقدمها في السفرة طبق جدا مميز وطعمة جدا رائع إن شاء الله يكون نال إعجابكم واتطبقوه ولازم تقولولي رأيكم على الكومنت اكتبولي في التعليقات ما هي الوصفات الذي تحبو أني أطبخها لكم وأقدمها لكم من مطبخي أستودعتكم الله في طبخات ووصفات جديدة إن شاء الله شكرا